لكن على ناحية تانية في التدريب مثلا النهاردة كهرباء وعلي لوت في غابه لإصابتهم بنزل تافيو مشاركش كان عنده برد لكن شارك النهاردة السلية وربيعة يعني كانوا بيشتكوا طبعا من يعني إرهاق عضلي أعتقد السلية في الأمامية وربيعة في عضلات بطنه وبس النهاردة برضو خدوا جزء من التمرين وشاركوا في التمرين مع الفنين على كل أحوال كل ما بنقرب يمكن تكون النقطة الإيجابية في التوقف الطويل ده هو تجهيز يعني مش عايزة نقول مصابين لأن كلمة مصابين دي كتيرة ومجهدين خلينا خلينا نقول المجهدين وفي نفس الوقت كمان الراجل يقدر ياخد فرصة أنه يشتغل هو ياخد خمس تيام جهاز فني كله بالفعل خد إذن بالسفر وأنه ياخد أجازة لمدة خمس تيام ويرجع بعد كده يستعد مرة تانية من خلال التدريب في الفترة الجاهة استعدان طبعا لعودة أو استقناف النشاط مرة تانية